هل تستطيع أن تقول لنا كيف هو طريق الخلاص عندما يحل الوباء؟ الإجابة جاءت في كتاب الله واضحة جلية لا تقبل الشك ليست مرة بل مرات بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون التضرع فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون كل ما يريد ربك أن نتضرع نتوسل نتذلل وحينها يرفع برحمته عذابه اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم فالتف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور والحاجات وتدفع به جميع الشرور والآفات إنك القادر على ذلك يا أرحم الراحمين تضرعوا إلى ربكم الله غالب شكرا